والمهرة أيضاً كون المهرة بعيدة وأيضاً هذه محتاجين أن نقف عندها هل المهرة القبائل المهرية التي هي اليوم تتمركز في الجنوب هل فعلاً كانوا في الجنوب فقط؟ يعني كانوا في ضفار؟ الحقيقة لا فالمهرة كان لها امتداد إلى دواخل عمان طبعاً من يقرأ عن تاريخ عمان أو الجغرافية العمانية يجد بأن هناك فجوة أو منطقة شاسعة تمتد من الأراضي الشرقية أو الشرق حتى تصل ضفار وهذه الصحراء القاحلة الملأة بالسباع والهوام من يقرأ كتب الجغرافيين إدريسي وابن حوقل وغيره يصفوها هذه المنطقة ويقولون بأنها كثيرة الهوام والسباع وطبعاً ركزوا عليها لأن هذا الطريق هو الذي كان يمر منه الحاج العماني متجهاً إلى مكة لم يكن الحاج العماني يأتي الطريق المعتاد الذي نعرفه اليوم وإنما كان يسلكون الطريق الجنوب متوجهين إلى اليمن ومن اليمن إلى صعدة ومن صعدة يتجهونها شمالاً إلى بلاد الحجاز أو منهم من ينزل مدينة عدن ثم يركب البحر حتى مدينة قدة فهذه المنطقة كانت شاسعة ولذلك بعض الأحيان في أيام سلطان بن سيف اليحربي تنازل عن ضفار تنازل عنها لأنها فعلاً كانت بعيدة وأيضاً العمانيين استغلوها بعض الأحيان يعني من ضمن الروايات بالشيء يذكر من ضمن الذين غزوا عمان في عهد في القرن الرابع الهجري تقريباً لرجلهم من هرمز أو من ملكة هرمز فغزى عمان ونزل في قلهات واستولى عليها ثم جاء ليستولى على الجنوب وفعلاً استولى على الجنوب وعث فيها فساداً وطمع هذا الرجل بأن يدخل نزوة من الداخل فخرج من ضفار هو جيشه متوجهاً إلى ضفار واستعانى بقائد من ضفار أو دليل من ضفار يدله الطريق فماذا فعل هذا الدليل فعلاً أدخله حتى أوصله إلى منتصف الطريق في صحراء قاحلة وفي الليل هرب وعندما أصبح الصباح لم يجدوا الدليل فتهى الجيش في الصحراء وقيل أن مات أكثر الجيش عطشاً وجوعاً فهذه يعني الصحراء لها جوانب جهبية أيضاً ترجمة نانسي قنقر